أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وليل أهد رئيس مجلس الوزراء مواصلة العمل على تطوير العلاقة الثنائية بين مملكة البحرين وجمهورية المالديف والعمل على فتح آفاق أوسع من التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين بما يحقق المصالح والأهداف المشتركة جاء ذلك لدى لقاء سمو حفظه الله في قصر فاعل يوم بحضور معالي الشيخ سلمان من خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني معالي السيد إبراهيم عامر وزير المالية بجمهورية المالديف ومعالي السيدة أمينة شونة وزيرة البيئة والتغير المناخي والتكنولوجيا حيث رحب اسمه بالوفد المالديفي في مملكة البحرين لافتا إلى استمرار الدفع بمسار العلاقات الثنائية نحو مستويات أكثر تقدما ونماء في شتى المجالات بما يعود بالنفع والخير على البلدين وجرى خلال اللقاء بحث أوجه العلاقات الثنائية وفرص التعاون المشترك واستعراض القضايا ذات الاهتمام المتبدل ومناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية ودولية من جانبه يعرب الوفد المالديفي عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لما يوليه سموه من اهتمام ودعم بتقوية علاقات التعاون بين مملكة البحرين وجمهورية المالديف وتمنيا لمملكة البحرين مزيدا من التقدم والنماء